اشتركوا في القناة بس جبتها لحد باب البيت مش داريتها ايوة بس اللي انا عرفه يا حاج ان احمد اول مخلف قالك على طول انه متجوز اديك قلتها بعض مثل لسانك يا سمحمد اول مخلف يعني مش قبل ما يتجوز وبعدين انا مش بتكلم عن اللي خلف منها انا بتكلم عن التالتة اللي ما عرفش عنها اي حاجة ولا حد يعرف عنها اي حاجة انا عن نفسي ما عرفش تجوز امتى وازاي ازا كان ابوه ابوه اللي خلفه ما يعرفش انت اللي حتعرف ازا زفت انت حق يا احمد ملكش حق في الموضوع ده للاصول برضو كنت عرفت ابوك على العروسة يمكن كت عجبته اتجوزها هي كمان على امر لا 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 جريها ده يا غدش جريه انت عتستاهب لأولا وعشان اتكرتين حتيتين لحمة وشوات فاكة حتتتنقل علي لا عفوة حاجة ده انا بغزم معاك والله العظيم ده انا مبسوط اخر الانبساط اللي انت قاعد وسطنا في ملكينا وعمرتنا ها انت عارفين يا ولادة ده اول مرة نتمع بربط المعلم في مكان غير المصمت وبيت العمرانية القديم يا رب يا جبتور احمد كده تفقدر تتجوز على طول عشان تجمعها للجامعة الحالوة ده لا 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 اعلم نفسك هاد حابد اخوه احمد الحمد بالله يا رب العالمين احمد ربنا ها هنعد بقى نتكلم كده ولا هنتكلم في المشكلة اللي احنا جاينا عشانها ولا نعمل لا يا سيدي هنتكلم في المشكلة اللي احنا جاينا عشانها ونحلها كمان وأبوك الرجل الطيب ده جاي مخصوص عشان كده ومتفق مع عمك ابو شعيشعة مش هيخش البقيت اللي ايده في ايدك كمان لا إله إلا الله بس انا المشكلة مش عندي المشكلة عندي ايه انا والله العظيم لو عليا يا ابا لاروح وبص راسها وبراس ابوها كمان ياب نفهم بقى الكلام ده الحريم ملهمش فيه ده كلام رجالة واللي يقولوا الرجالة هو اللي يحصل لا انا مش هرجع لازبعانها لو هي مش عايزة ما رجعش طب انا عندي فكرة حجة احمد ايه رائك لو خدناها معانا الحج حلوة الفكرة دي اوجه اه هناك هتهدو الدنيا تصفى ما بينك وما بينها عين العقل يا هدى يا محمد عين العقل بص باية انت اطرع لها وتقول لها حتى لو هي عصيت عليك ورفضت تصالحك مش هترفض الدعوة اللي جاي لها من عند ربنا عشان تحيج طبعا وبول مرة نحج والنفوس تهدى ابوك معامك وانت وسميحة ما انت فولة وتقزمت نصين قصدي جاوستين لا مات غاباتش انا سابق ابوك واحدة واحدة ماني اصدك تلاتة تلاتة صفى ومروة ومهاشم انا عبيته بتصحح لي لا قصدي اتنين اتنين نقص suced والك يا فى وفاقى اقرب منى عشان عايز اقول لك كلمة فى ودنتre عشان اخوتك ما يسمعونىش خير انا مستمح حاجة ما تعالي اسطق شوية امراتك بdedصمت علينا من عنده للطرق يا وحش كنت جرارك حاجة في حقلك يا بدرية ما بتسطوريش ابدا ابويا يا شافي كنت بتصنط علينا ما كنتش بتصنط انا كنت في الحمام وهي حبكة الحمام دلوقتي لقى بقى كنت بتصنط طب ايا فتحي كنت بتصنط عشان كنت عايز اعرف انت بخبي علي ايه وديني عرفت انك كنت طالع لحج من غير ما تقولي وحيات امي ما هعديها لك جرارك يا بدرية ما انا كنت هقولك طبعا وإيه اللي كان مسكتك يا اخويا ولا هي معزة تسميحة عند اخوك اهم من معزتي عندك ده كلام برضا بدارة ده اللي في القلب في القلب ويديني امارة امارة اكتر من اللي انا عملته لك ولي لسه عمله وعايزة امارة وبعدين تعال لي هين يا اخويا هو احنا مش خرجنا من السعودية مترحليني وات صوتك يا بدرية وات صوتك اه طبعا خرجنا مترحلين واللي خرجك مترحل ده حيرضي دخلك السعودية تاني ازاي ما هو ما هو يا بدرية انا مش راح اشتغل ما سمح الله مش مسلمة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ايه الكلام ده يا بدرية ده انا متجاوز البركة كلها لو انا البركة يا حبيبي زي ما بتقول ولو معزتي عندك كبيرة ما كنتش استغسرت فيها الحسنة اللي حجيلك في بيت الله في الحجب وكنت قسمتني فيها يعني ايه يا بدرية عايزة ايه يعني رجلي على رجلك يا ابو عيل حلال طبعا حلال ونص كمان لدي المصلحة دي مصلحة لوز لوز اللوز يا محمد ايه ازاي بس يا حجب يعني راجل مدير الفندق يتخاني مع شركة السياحة نقوم احنا نعمل شركة سياحة عنط الناس بشغلها يعني ده كلام يا حجب ده احنا جايين نحج يا حجب يا سبحان الله هو انا اللي وقعت بينهم يا ابني انا دخلت عليهم من مكتب لقيتهم بيتخاني ولقيت الراجل بيقول كل حي يروح لحال سبيل ده حتى قاله الفلوس اللي عند ليك مش عايزها طب ايه رأيك بالقام المفترجة دي نسلح بينهم طب ايه رأيك انت لما تصل بحبش جزوغتك وتخليه خلص لك إجراءات وأوراق شركة السياحة وانا هقابل له استاذ مسعود واقول له انا مستعد اشتغل معك في اي شغل بس اول ما ارجع مصر يلا استاذنا سعود مين يا حاجب مسعود المصر المدير في الفندق اللي هنا ماشي يا حجر تشوفه بس بالمرة بقى خليه شوف لنا قوضة لامك اللي عاملة قلق وما اللي كنت رايح له ليه بس ملياش ولا غرفة فاضية طب بعدين هنعمل ايه مع ام مقابوب برضه هيقول له مقابوب ياب نركز في المصلحة قبل ما اطير من ايدينا اسمع اللي بقولك عليه الرجالة يا ماما ما بيجيش غل بالطريقة دي تعامليهم زي ما بقولك كرامتهم ورجولتهم هتنقح عليهم يعلوا صوتهم تعالي صوتك اكتر يكسروا يا بطوع طب وفردي بقى كرامتهم نقحت عليهم وركبوا دماغهم اكتر اسألون انا عن ولاد توفيق دول يشوفوا اللقمة في ايدك يتسرقوا وعشان كده مش ممسكنا حاجة في ايدينا بس اللي انا عرفه يا بدرية انك دخلة في كذا مشروع وان كمان فتحي بيعملك مزمع خمسة وخمسة يا حبيبتي معشان انا عرفت من الاول وفهمت ان لاي حق وعرفت اجيب حقي من عين العفري اللي انتي ما تعرفيوش بقى ان فتح الجوزك كبير ده هو ابخل واحد فيهم انما جوزك انتي كريم ويده مخرومة بس الخير اللي فيها بيسقط على غيرك والنبي ما تقومهش على جزح احنا مصدقنا انهم اصطلحوا ولبي يا اختي خليك انتي في حالك لعبة الحب وخلصة والجواز وحصن الراجل بقى حيطلب ايه منك بعد كده يطلب المعروف مهو المعروف انه بدل ما يلمه قطط ويتباح حالك تتباحي له انتي بدل القطة ألف يا شيخ الحرام عليك استني بس انتي يا نعم استني ايه بس الراجل واقتره يصلحك بحجة تقوم انتي الدوري وراه ده رأي يا اختي ده انتي شاطنك عايزة تخريب علينا ملكيش دعوة بيها يا بدرية خليكي معايا طبعا اذنكم بقى انا هنزل لمحافظ استني بس يا نعم يا رايحة فين ما كلنا هننزل مع بعض تتخفين يا جماعة احنا جايين نحج مش جايين نختاب الناس نختاب ايه يا منختاب دور رجالاتنا ولازم نحافظ عليهم انا عايز اكتفامي حاجة حاجة انا جايلك من نفسي يعني محدش ضغط علي وانتي عارفاني كويس مفاتحي انا راجل روحي في منخيري وخل ايدي وبتخنق على طول وطول عمري طول عمري حبش اللت والعجل ولا الراجل كتير واللي يديني ودن من طين قدينيه ودن من عجيل بس العشرة اللي بنا العشرة اللي متهونش اللي على ولاد الحرام وعيالنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحرم الزعل والخصام واحنا في حضرة بيته وهم دول اللي خدروني اجي عشان اتكلم معاك دوعي كده بص يا مفاتحي انا هتكلم وانت اسمعيني وما ترضيش يا ستي انا طول عمري طول عمري ما حبش الكد ولا اللي يكتبوه وانت عارفك كده كويس كده ولا ايه ها وعشان كده يعني مش معقولة وانا جاي عند ربنا سبحانه وتعالى عشان اكسب ذنوبي هكدم انا هقول بيت اسمعي وبعد كده طلع على قطة وعودي معززة مكرمة وفقت ان انا انزل عليك ضيع فريزل واكتر الف خيرك هستي ما وفقتيش انا هتصرفت شوية بص يا رتيبة انا يمكن استعفيت شوية مش عليك بس لا عليك وعلى نفسي كمان بس اس اللي حصل الله بعرفه اقولك ايه بالضبط المفتحي انا زي ما كنت صحيت من النوم فاجأة كده لقيت نفسي جد وكل اللي حواليا بيعملوني على ان راجل كبير عجوز وولادي كتبتب علي ويسحبوني من ايدي وانا معجزتش انا تيبة انا معجزتش ولا كبرت انا الحمد لله رب العالمين صحتي لسه زي البوم زي ما تقول كده نقحت علي نفسي صقبت علي قوي فكرت انها كابس انكوست والله حصل حصل بيه بس انا عشمان المفتحي من عشرة السنين اللي بينا وعيالنا وعيالنا فاتحي وأحمد والمحمد والبت والايام المفترجة الحلوة الكريمة اللي احنا بنعيشة دي عشمان هي يعني ان الحاجات دي تلين عنها عقلك وتحنم قلبك وتسامحي والمسابح كريم يا رتيبة بتكدر اللي ايه ها؟ ما بترديش عليها لي يا رتيبة ها؟ قلت ايه يا حاجة بدرية افكر ما تفكرت ايه يا سبحان الله الفكرة فكرتك من الأول فكرتي من الأول كانت ليه انا وانا زي الفريك ما بحب الشريك وانا برضو الشريك يا بدرية دي انا جوزك وابو عيالي يعني اي مصلحة ليك يا عاملها لك اي مصلحة ليه المفروض تعملها لك يعني مصلحة واحدة افهم بس المصلحة فين الاتفاق الاول فمن غير الشراكة اللي جد بقى لازم افهم وانا عندي كلامي المصنع هيتكتب باسمك هتعملي فيه اللي انت عايزة عبيان حجاب ازدال كفة شيء طب وانت؟ ركنه صغير منه كده هعمله بس ايه صنعه السجاجة صالة وانت يا راجل عايز نصدق الكلام ده برضو ومستدقيش ليه بس طب اقولك على حاجة انت واحدة من الناس جايبك كم سجاجة الصالة وانت بسفرة خمسة وعشرين وغيرك هيجيب خمسة وعشرة وخمستاشر يلا ده يبقى كتير قوي صحيح مش بقولك ما هو ده اللي خلينا اطمعت وعني زغللت شغلانا سهلة ومكسبة كتير ها اتفقنا اتفقنا